أسفرت تحقيقات نيابة العامة عن كاذب مدعاه وبعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي من تعذيبهم بالقسمة حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجزة وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مهرب ثم أذيع للادعاء كاذبا بذلك وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقر حجزهم في قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جراء تعدي ضباط الشرطة عليهم ودعاء وفاة أحدهم ومنع الطعام عنهم فباشرت نيابة العامة التحقيقات واستجوبت نيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم في حضور محاميه فأقر باتفاقه مع دوي على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته بالقسم ليتواصل دويه معه فاستولى محبوسون أخرون بداية الحجز على الهاتف واتفقوا على أحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفارقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزاتهم ثم صوروا المقطع المرئي المتداول وأظهروا في إصاباتهم والدعو على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعديب بدني من ضباط الشرطة بالقسم وأداعه أحدهم اشتركوا في القناة